حدثنا هشيم حدثنا يونس بن عبيد عن عبد ربه الهجيمي عن جبري بن سليمين أو سليمين قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو جالس مع أصحابه قال فقلت أيكم النبي صلى الله عليه وسلم قال فإما أن يكون أومأ إلى نفسه وإما أن يكون أشار إليه القوم قال فإذا هو محتب ببردة قد وقع هدبها على قدميه قال فقلت يا رسول الله أجفو عن أشياء فعلمني قال اتقل لها عز وجل ولا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي وإياك والمخيلة فإن الله تبارك وتعالى لا يحب المخيلة وإن امرء شتمك وعيرك بأمر يعلمه فيك فلا تعيره بأمر تعلمه فيه فيكون لك أجره وعليه إثمه ولا تشتومن أحدا حفنا يزيد أخبرنا سلام بن مسكي عن عقيل بن طلحة حدثنا أبو جراء الهو جيمي قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن قوم من أهل البادية فعلمنا شيئا ينفعنا الله تبارك وتعالم به قال لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي ولو أن تكلم أخاك ووجهك إليه منبسط وإياك وتصبيل الإزار فإنه من الخيالاء والخيالاء لا يحبها الله عز وجل وإن إمرء سبك بما يعلم فيك فلا تسبه بما تعلم فيه فإن أجره لك ووباله على من قاله حدثنا عبد الصمد حدثنا سلام حدثنا عقيل بن طلحة عن أبي جري الهو جيمي أنه آت الرسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم في أناس من أهل البادية فقالوا إن من أهل البادية فذكر الحديث إلا أنه قال فلا تشتمه بما تعلم فيه فإن أجر ذلك لك ووباله عليه حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة حدثنا يونس حدثنا عبيدة الهجيمي عن أبي ثميمة الهجيمي عن أبي جري جبري بن سليمين قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محتب بشملة له وقد وقع هدبها على قدميه فقلت أيكم محمد أو رسول الله صلى الله عليه وسلم فأومأ بيده إلى نفسه فقلت يا رسول الله إني من أهل البادية وفي جفاؤهم فأوصني فقال لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك ووجهك منبسط ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستصقي وإن إمرء شتمك بما يعلم فيك فلا تشتمه بما تعلم فيه فإنه يكون لك أجره وعليه وزره وإياك وإصبال الإزاري الإزاري فإن إصبال الإزاري من المخيلة وإن الله عز وجل لا يحب المخيلة ولا تسبن أحدا فما سببت بعده أحدا ولا شاطا ولا بعيرا حثنا عفان حدثنا هو هيب حدثنا خالد الحذاء عن أبي ثميمة الهجيمي عن رجل من بلهجيمين قال قلت يا رسول الله إلى ما تدعو قال أدعو إلى الله وحده الذي إن مسك ضر فداعوته كشف عنك والذي إن ضلقت بأرض قفر دعوته رد عليك والذي إن أصبتك سنة فداعوته أنبت عليك قال قلت فأوصني قال لا تسبن أحدا ولا تزهدن في المعروف ولو أن تلقى أخاك وأنت منبسط إليه وجهك ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستصقي وتزر إلى النصف الساقي فإن أبيت فإلى الكعبين وإياك وإصبال الإزاري فإن إصبال الإزاري من المخيلة وإن الله تبارك وتعالى لا يحب المخيلة ترجمة نانسي قنقر